بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وإن شاء الله موفقين وكل عام وإنتم خير إن شاء الله النهاردة نبتدي حلقات مراجعة القصة وزي ما احنا سمناها الخلاصة في قصة سجين زنة بعد ما حضرتكم يا شباب فهمنا الأحداث بتاعة القصة الأحداث الرئيسية يعني وعرفنا الشخصيات عملت ايه والكصة ابتدت ازاي ومشت مجراتها ازاي وانتهت ازاي فأنت دلوقتي محتاج الخلاصة بإنك يعني نحط النقط على الحروف زي ما بيسموها فبنبتدي إن شاء الله النهاردة إجابات مختصرة هتعجبكم إن شاء الله هتمنى إنها تعجبكم من كتاب مراجعة ليلة الامتحان توكلنا على الله اللهم ألهمنا الصواب نمبر ون نوعية القصة دي إيه هي طبعا قصة أو رواية مغامرات نمبر 2 إيه الدرس المستفاد الدرس الأخلاقي اللي نحن استفدنا بيه أو اللي بنتلع بيه من القصة إن كل الناس سواء بمركز في المجتمع أو من غير مركز في المجتمع كل الناس لهم دور أو عليهم واجب يؤدوا لإساعدة أخرين لمساعدة الآخرين ماذا تتعلمون من القصة سجين زنده؟ قيمة الشجاعة قيمة الشجاعة أسئلة اللي أنت بتقولها من وجهة نظرك بس بحدود سيأكل القصة طبعا هنا مسلا سؤال زي ده بيقول لي إيه الشخصية اللي حبيتها أنت أكثر حاجة في القصة ولماذا؟ وجهة نظر ممكن نقول مثلا برينسس فلافيا شخصية الأميرة فلافيا because she was popular شعبية محبوبة faithful مخلصة dutiful عندها الإحساس بالواجب patriotic وطنية and forgiving متسامحة نرى How did Good beat evil at the end of the novel إزاي الخير بينتصر على الشر في النهاية the king restored his throne الملك استرد العرش بتاعه and the evil dog was killed والدوك الشرير قتل Rodolf Rosendale was jobless أو idle explain هو بلا عمل عاطل كسول بيقول لي إشرح أو فسر أو كده طبعا طبيعي من أول مبتدة القصة عارفين أن he didn't do any job or anything useful راسندال was secretive كان كتوم جاء من كلمة secret كتوم وضح بين جدا من أول القصة he didn't tell his family or his friends about his destination التي هي الجهة المعصودة الذي كان ناوي أنه هو his visit to ruritania لكي يحضر حفلة التتويق لا يقول شي حد خالص راسندال was a strict decision maker how يعني هو كان صانع قرار صارم بيقول لي إزاي he insisted on going to the summer house هو أصار على أنه روح المنزل الصيفي اللي كان فيه أنتونت دو مبان to meet antoinette give an example sorry give an example to show that rassendal was understanding متفهم sensitive مراعي لمشاعر الآخرين أو حساس أو thoughtful نشوف مثلا he promised the king to leave ruritania وعد الملك أنه هو يدرك روري تانية when sapt and freds agreed لما اتفق سابت و freds اتفقوا ان he shouldnt attend the coronation انه هو ما يحضرش الكورونيشن حفلة التتويق لأنه يعتبر فيها الأمر فيها حساسية للملك راسندال was brave كان شجاع courageous bold risky مخاطر مغامر وضح he entered the old poor town alone لما دخل المدينة أو الحي بتاع الفقراء لوحده he killed three of michael's men أتل ثلاثة من رجال مايكل and saved the king proof proof إثبت أو برهن ذات راسندال had a sense of duty عنده الحس أو الإحساس بالواجب i was dutiful نشوف كده كده ازاي he insisted on going to zinda to save the king طبعا قصر اللي هو لما راح علشان فيه اللي هو المنزل اللي هو تارلنهايم وكان هو ويه السابت وفريتز والعشر رجال اللي هم جنتلمين علشان ينقذهم الملك راسندال was a man of principles مبادئ ethics morals honor fairness نشوف كده الصفات الجميلة دي ازاي كانت موجودة في هذه الشخصية he refused to ask the princess رفض انه هو يطلب من الأميرة to marry him طبعا ما تنفعش لانه هو مش الملك اللي بجده يعني هو كده بيعمل ايه مأمورية تعتبر مأمورية وطنية تجاه روريتانيا والملك والشعب بتاع روريتانيا or stay king او ان هو يبقى ملك forever because it wasn't fair for here اللي هو princess Flavia وفي نفس الوقت كمان for the ruritanian people or the people of ruritanian rassendale was helpful prove this هو كان helpful متعاون he replaced the king حل محل الملك and saved the throne وأنقذ العرش throne rassendale was a good doger مراوغ explain he decided he decided as if he deceived michael's men خدع رجال michael and escaped from them and just and then shows that ruritanian rassendale was skillful كان ماهر وايه المهارات اللي كانت عنده he was good at using a gun استخدام البندوقية البندقية او المسدس. وكان برضو كويس وكان جيد في استخدام السيف. وركوب الخيل. كان مغامر وضح. طبعا هنا مجمع لي كل الكلام عن شخصية وما ننساش يا شباب ان شاء الله هنحط لكم الرابط بتاع الكتيب ده. تحملوهم لف بدي اف ان شاء الله هنحطوا في الوصف بتاع الفيديو. طبعا كل الاسئلة بتؤدي الى حاجة واحدة زي ما احنا شايفيه. طبعا هو كان لخ مكانه في المجتمع. وضح طبعا هز فاميلي واسورته كانت غنية. وكان طبعا عنده فلوس كتير انه يعمل اي حاجة. حشان كده طبعا ما كانش مضطر انه هو يعمل. راسندل واضح. كان محظوظ. طيب. وضح. وكان متعلم وكان غني. كان محظوظ. هو كان عنده الفرصة انه يساعد روريتانيا بانقص طبعا الملك والشعب بتاع روريتانيا. من ان مايكل يسطو على السلطة وكان نجح في المأمورية بتاعه. راسندل كان سنسير مخلص لجوزيف. جوزيف الخادم الذي كان في هونتينج لوتش. وضح. راسندل انتقم لجوزيف عن مايكل من رجالة مايكل. راسندل كان سنسير مخلص. يعني كان يعتبر ملك متواضع. طبعا حرفين انه كان يقوم بدور الملك او متظاهب. بس كان يقدم دور حلو فيه. التواضع. ناش. كان يلوح الى الناس. كان يلوح الى الناس. الذين كانوا يمحنوا او يحيوه. كيف كانوا نقاط القوة او نقاط القوة. ونقاط الضعف راسندل. فيه مثلا من نقاط القوة. كان ذكي. كان ذكي. طيب متعاطف. شجاع. وشريف. بالنسبة للنقاط الضعف. كانش عنده طموح. وليس لم يعتقد في المهمة العمل. ولم يعتقد فيه اهمية العمل. كيف كان راسندل تعلم الناس. كيف يكون راسندل. كيف يعتبر الدرس. ولو بطريقة غير مباشرة للملك. انه يبقى ملك بجد. ويمارس دوره بجد. انه يظهر له. وراء له. كيف يدير الدولة. بطريقة كويسة. انه يتولى المسؤوليات بجدية. وانه يتولى المسؤوليات بجدية. ويهتم بالناس. ويهتم بالناس. اللي هما آسف. فور الفقراء. اللي هما الفقراء. اللي هما بور الناس. شخصيته شخصية ضعيفة. اللي هو رودولف إلفبرغ. هو لم يكن لديه مجتمع. يعني الاراء. كان دائما معتمد على سابت وفريتس. واضحة طبعا في الجملة اللي بعدها. كان لديه مجتمع على سابت وفريتس. الاراء العليم من المسؤوليات. كان كان تعتبر حياة سلبية كداية. انfelاء، يواره merادل. كان بحب الطعام الكت checkpoint. He only liked hunting كان بيحب الصيد and good food رودولف إلف بيرك was irresponsible برضو نفس الشخصية يعني لما بيمسك في شخصية بيركز في الأسئلة بيركز في الأسئلة عليها شخصية غير مسؤولة أو مستهترة بيقول لي ازاي He lived abroad كان عايش في الخارج most of his life and didn't care about his people مكانش بيهتم بالشعب بتاعه The king of Luritania was unpopular مكانش محبوب مكانش محبوب من الناس في البلد بيقول لي ايه واشرح only the rich people only the rich الاغنياء فقط only rich people supported him and the poor didn't like him الاغنياء فقط الفقراء لا لأن الفقراء دايما كانوا ينشدوا حياة أفضل أو تغيير prove that the king was generous طيب في صفة حلوة لأنه كان كريم He invited راسندل to have dinner with him عزم راسندل على العشاء معه Do you think هل تعطاكت رودولف V was fair هل كان عادل why not هنا بيقول لي no لأ ما كانش عادل because he cared for the rich more than the poor كان يهتم بالأغنياء أكثر من الفقراء The dog The dog was ambitious The dog مايكل كان طموح Aspiring He didn't like being only a dog يعني ما كانش مش حابب انه هو يبقى and wanted to be king طبعا بأساليب غير مشروعة لانه هو يتخلص من الملك وحاجات من دي يبقى هو كان طموح بس طبعا بالأساليب طبعا مش مظبوطة Proof that Michael was emotional irritable سريع الغضب أو سريع الانفعال واضحة ديت في ايه هو ما كانش بيعرف يخبي مشاعره He wasn't very good at hiding his feelings ما كانش كويس في إخفاء مشاعره نبص نلاقي مثلا He congratulated راسندل في حفلة التتويج هناء كودلي The brood at the coronation The dog of Strelso was bloody وقت واضح طبعا واضحة جدا من خلال القصة He planned to kill The real king ان هو يقتل الملك يتخلص منه بأي طريقة To become king himself ان هو ذات نفسه يبقى الملك Michael was cunning كان لقيم طيب ناش مثلا Michael had no sense of brotherhood ما عندوش إحساس أو مشاعر الأخوة نشوف مع بعض اسواق كده أو كده بيقول لي ايه وكل طبعا هي الصفات وحشة فيه كتير He sent the king some poisonous cakes بعث له طبعا اللي هو الكيك المسمم To poison him and be the king instead of him شان تخلص منه بالسم Michael was Prainy أو intelligent ذكي A good planner وضح He made perfect plans to get rid of مصطلح get rid of يعني يتخلص من The king and rassendale and be the king Michael was selfish أناني طبعا يشوف كل الاسئلة عن نفس الشخصية He was greedy for power للسلطة and wealth والثروة The princess was faithful نشوف بقى الأميرة كانت مخلصة عندها انتماء وفية مخلصة to her country أشرح She claimed rassendale for leaving his duties وهي معتقدة انه هو الملك انه هو وسائب الواجبات بتاعته في ستريلسل لما كان بيقولها انه سيستعد في زنة She agreed to be a queen وفقت على طول لما rassendale اللي هي معتقدة انه هو الملك لما طلب منها انها تبقى ملكة هي وفقت على طول انه هي من اجل for ruritania لو ده المصلحة ruritania Show how Flavia was faithful for the king ازاي كانت هي مخلصة للملك She asked the marshal to take her to Tallenheim هي طلبت من المرشال انه هو يخدها الى Tallenheim المنزل اللي كانوا مكويمين فيه في زنة اللي هو راسندل وصحبته to see the king after he was injured علشان تطمن تشوف الملك بعد ما سامعت عن الإصابة بتاعته اخر سؤال اخر سؤال في الحلقة دية princess Flavia was forgiving كانت متسمحة lustrate She asked rassendale to apologize طلبت من راسندل انه هو ما يعتذرش for tricking hair لخداعها because he saved ruritania يعني انه هو خدح يعني انه هو الملك خلاص طالما ان ده كان لصالح ruritania والحتة دي بيينت انه هي كانت شخصية forgiving ان شاء الله النهاردة بنكتفي بهذا القدر لو عجبكم الفيديو نشوف تعليقاتكم ان احنا نكمل وما ننساش الرابط بتاع الملف هيبقى محطوط اسفل الفيديو اشكركم وبالتوفيق دائما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي مستر جلال حسنين